موسيقى تعيش ميليشيا الخوثي وضعا ميدانيا سيئا في ظل تقدم القوات الحكومية في جبهات عدة من جبهات القسال المواجهة للكهنوت وأيضا صمود القوات المشتركة في الحديدة وسط حالة من الرعب تسيطر على الميليشيات ترجمت بإقامة المزيد من المتارس والأنفاق بالقرب من مناطق التماس في المدينة الأهم في الأسبوع الماضي دارت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في جبهة نهم الجميع وقف صفا واحدا في مواجهة الحوثي الجميع ترك ما دون تحرير العاصمة صنعا جانبا الجميع تناسى الخلاف وجعلوا هم الوطن أسمى من أي خلافات قد تقف في وجه التحرير من الظلم والإمامة سطر الأبطال في نهم ملحمة وصفت بالتاريخية على جبالها الوعرة وكبد الحوثي خسائر كبيرة في العدد والعتاد أحداث ومتغيرات دارت خلال هذا الأسبوع على الساحة منها رمي جريفث لطوق النجال ميليشيات الحوثي وتأكيده على استمرار فشل الأمم المتحدة وأيضا سنتطرق للوضع الميداني وتحديدا في جبهات الضالع المختلفة المحافظة الشامخة بأهلها في وجه الكهنوت الحوثي شنت خلالها القوات المرابطة بجبهة باب غلق شمال غربية المحافظة هجمات على مواقع الميليشيات باتجاه معسكر الحساحس وأيضا البطحاء المحاذية لقرى بيت الشرجي سنتطرق أيضا لأزمة غاز المنزلي في العاصمة صنعاء وليس بجديد على ميليشيات الحوثي افتعال هكذا أزمات داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها لكنها تحاول جاهدا استفزاز المواطن ونهبه بشتى الطرق الممكنة لدعم جبهاتها المنهارة وأيضا استمرار الحر العبثية لقتل أبناء الشعب اليمني هياكم الله غريفث يحاول رمي طوق نجاة جديد للميليشيات واحتواء التصعيد العسكري الأخير خسائر حوثية بعملية نوعية للقوات المشتركة باتجاه معسكر الحساحس في الضالع وأزمة غاز المنزلي في العاصمة صنعاء تعود مجددا غريفث يحاول رمي طوق نجاة جديد للميليشيات الحوثي واحتواء التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته عدد من المناطق اليمنية وتأكيدا على استمرار فشل الأمم المتحدة وفق مراقبون في فرض السلام أمرا واقعا على اليمنيين انفجار الأوضاع العسكرية في خمس محافظات يمنية لم يكن وليدا لحظة وإنما ناتج عن الهدنة الهشة ومصطنعة لإرضاء الأمم المتحدة التي حاولت طيل التدعام 2019 أن تفرض السلام على قاعدة مشروخة وأساسها غير صالح هكذا سبب محللون الانفجار الكبير في طريق السلام الأممي المزعوم بكل بساطة أعلن مارتين جريفث أن اتفاق الحديدة الذي أبرم في ستوك هولم بات غير مناسب لحل القضية اليمنية فثلاثة عشر شهرا مثل هذا الاتفاق بحق أزمة عقدت الأوضاع بل وسعت من الفجوة وانتهت بما هو دائر من مواجهات عاجزة القوى الدولية عن احتواء الموقف كما يرصد حالة من التصعيد ولا أنباء عن توصل اليمنيين إلى هدنة داخلية أو وساطة بين الأطراف حديث غريفث عن عدم جدول استراتيجية السابقة للاتفاقات اليمنية قد يكون فيها قفزا على المرجعيات الثلاث من المبادرة الخليجية وصولا إلى مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن محللون يرون أن هناك فعليا طبخة جاهزة ستوضع على مائدة المفاوضات المقبلة وهناك متكهنون بأن مسألة الشرعية ستخضع هي الأخرى لهيكلة تتوافق مع مسجدات الأوضاع التحرك السياسي بالهيئة الجديدة أشارت إليه بريطانيا عبر سفيريا في اليمن الذي طالب الأطراف بإيقاف المعارك وقرنها أيضا بالدخول في مفاوضات جدية يبدو أن الموقف البريطاني هو المسيطر فعليا على القرار فقد تشارك غريفث والسفير ذات المواقف عن اتفاق السوكهولم بل أن جلسة غريفث الأخيرة المغلقة في مجلس الأمن تقف بريطانيا وراء الدعوة إليها ومحللون يرون أن الملف اليمني فعليا بات تحت رعاية المملكة التي لا تغيب عنها الشمس تعقيدات الملف اليمني تتزايد يوما بعد آخر ومن يعود إلى بداية يناير الجاري يجد تصريحات مفادها أن الحرب توقفت في اليمن عن أي يمن يتحدث هؤلاء المتفائلون فمثل هذه التصريحات لم تكن سوى الحطب الذي أشعر النار وأدخل اليمن في فصل جديد من الصراع قد تتغير موازينه وسيفرز وجوه متصارعين جدد يتناسبون مع ما هو مقبل وكانت مدفعية القوات الحكومية دكت مواقع الميليشيات في منطقة بني معين وجبل الأذناب وسهدفت أيضا تجمعاتها في منطقة أسوار الأسفل في رازح بصعدة كما دارت معارك عنيفة بين رجال القوات الحكومية والميليشيات في حام وأيضا المتون بمحافظة الجوف لا تزال جبهة رازح عصية على ميليشيات الحوثي فمحاولتها دائما ما تبوء بالفشل الهجمات الأخيرة للميليشيات ببني معين وجبل الأذناب وسلسلة جبل الأزهور كتبت بصفحاتها تاريخا من الانكسارات دفع فيها الحوثيون تكلفة كبيرة مدفعية محوى الرازح أضفت اليوم خسار أخرى للجماعات إلى ما سبق فقد استهدفت بضربات نوعية على أرتان عسكرية غرب المدرية كما أعطبت ثلاثة أطقم على متنها عدد من أفراد الحوثيين كانت تتحرك كتعزيزات في بني معين وجبل الأذناب في حين استهدفت بضربات أخرى على تجمعات للجماعة في منطقة سوار الأسفل المحاذية لقرية آلام عين المعارك اللي حصلت عندنا في كل مكان الحمد لله كان في استهداث ثلاثة عربات طبعا كتم تدبيرها مع الأفراد اللي في فلق العربات وتجمعات العدو وحاولوا بهجمة التسلولية ونفس الكلام حصلوا ضربة فكبدناهم خسائر في الأسلحة والعتاد ولا زال نجسدهم مربين تلحد الآن أكثر من مطنعة جاريكتة الذي أمام مواقعنا والحمد لله هذا نصر من الله سبحانه وتعالى تزامنة المعارك في رازح مع مواجهات عنيفة بالمنطقة الفاصلة بين محافظتي الجوف ومأرب حيث دارت أعنف المعارك الشرسة بالقرب من مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء بعد أن أسقطتها الميليشيات بوقت سابق حيث أنتهت المعارك باستعادتها وتأمينها أما غرب الجوف في سلسلة جبال حام ومدرية المتون لا تزال المعارك على أشدها بين الطرفين مع تقدم أبطال القوات الحكومية على أطراف المجمع الحكومي التابع للمدرية المعركة لازالت في حام ومجمع المتون ومناطقنا السابقة لم نفرط في شبر المنطقة العسكرية السادسة سطعت كسر شوكة الحوثي وهو يعرفها دائما وأبدا ويعرف ما هي الجوف الجوف عصية على كل معتدي وكل من يحاول أو يفكر في أنه يدخل شبرا في المناطق بل عندنا هدف إلى استعادة كل شبر في الجمهورية اليمنية ما يروج الحوثي له الآن من وسائع لا مضل له فهي كاذبة لا أساس لها من الصحة وعاريها من أي كلام لأنه دائما طبعة التضليل الإعلامي وقد قطع الاتصالات والنت ليوهم الناس اللي سيطر على المحافظة ومن هذه الأشياء لكن هذا خبر دائما تعودون الناس منهم الكذب يكذبون كما يتنفسون الوضع مطمن جدا تترافق المعارك مع زطاء جوي من مقاتلات الجو استهدفت عربا مدرعا للحوثيين في منطقة الجرعوب كما أن ضربات المدفعيات واصل استهدافها لتحركات الميليشيات الإمامية في العديد من الجبهات يأتي هذا مع اغتنام الأفراد عدد من الأطقم العسكرية والآليات المختلفة وأسر ثماني عناصر من الجماعات الإرهابية من محافظة الجوف عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم وفي الضالع شنت القوات المرابطة بجبهة باب غلق شمال غربي المحافظة هجمات على مواقع الميليشيات باتجاه معسكر الخساحس والبطحاء المحاذية لقرى بيت الشرجي وهجار أولى مناطق العود وتمكنت خلال عملية نوعية من تكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد في عملية نوعية وصفت بالاستباقية قامت وحدات من قوات الحزام الأمني المرابطة في جبهة باب غلق شمال غربي قعطبة بالضالع بشن هجمات على مواقع الميليشيات الحوثية باتجاه معسكر الحساحس المحاذي لمناطق بيت الشرجي والبطحاء وقد أسفرت العملية بسقوط عدد من العناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتيل وجريح وفرار من تبقى منهم باتجاه قرى بيت الشرجي وهجار وما جاورها نحن في المرتفعات باب غلق ونجمنا مسيطرين على معسكر الحساحس سيطرة نارية وعلى حبيل البطحاء هذا البطحاء تمام؟ والمطلة على بيت الشرجي تمام؟ بيت الشرجي ونحن الآن مستحدين بأي وقت إلى اقتحام معسكر الحساحس إن شاء الله وتعد المرتفعات الجبلية المطلة على معسكر الحساحس وهجار أولى مناطق العود من أهم المواقع العسكرية والتي أحكمت قوات الحزام الأمني سيطرتها عليها في الآوينة الأخيرة والتي تشهد معارك ضارية بين الحين والآخر في محاولات يائسة للميليشية الحوثية لاستعادة مواقع قد خسرتها في تلك المرتفعات لكنها فشلت أمام صلابة وعزيمة المقاتلين في جبهة باب غلق والذين يؤكدون عزمهم على مواصلة تحرير ما تبقى من مناطق باتجاه العود شمال الضالع وهذه أمامكم البطحاء وحبيل العبد والحساحس ومعسكر الحساحس وإن شاء الله واقمنا بهجمه وخسرناه مقسارة كبيرة وإن شاء الله نقوم بتطهير المناطق هذه العادة تحت الحوثين وإن شاء الله قادمون قادمون نحن الآن في جبهة باب غلق وبالتحديد في المواقع المطلة على معسكر الحساحس الذي يظهر أمامنا من هذا الاتجاه وقد قامت وحدات من قوات الحزام الأمني بشن هجومين منفصلين خلال الساعات الماضية وقامت بتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتواصل القوات المشتركة ووحدات الحزام الأمني تطهير ما تبقى من مناطق باتجاه العود ومنطقة البطحة وبيت الشرقي من جبهة باب غلق محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا عربيا شعبي ورسمي بعد إعلانه القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتمكين إسرائيل من غور الأردن والجولان السورية ستبقى فلسطين عربية الهوى والهوية ما مع عجز الدول المتخاذلة عن قضية القدس المركزية والتي تبقى الكلمة واجبة في زمن السفقات المشبوهة هكذا ردت الشعوب العربية والإسلامية على ما روجت لها السلطات الأمريكية بإنها سفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي ردود الأفعال العربية تباين تجاه خطة ترامب المزعومة للسلام حيث أعلن بعدها الرئيس الفلسطيني الرئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس إن القدس ليست للبيع أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة وصفقتكم المؤامرة لن تمشي بدورها كل الفصائل الفلسطينية حركة فتح حركة الجهات وحماس أعلنت رفضها للخطة وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس رفض هذه السفقة ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين نحن طالعين اليوم نعبر عن غضبنا بسطة القرن فلسطين ليس للبيع واليوم ملا بكرة قراره ماذا عمره ما يمشي ولا يتحك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو القيد أكد أن القراءة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي ترنبل السلام في الشرق الأوسط تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة بدوره وزير خارجية اللبناني ناصيف صرح بأنه لا يمكن استيلابه حق الشعب الفلسطيني مقابل مساعدات مالية ولا أحد يتخلى عن الهوية الوطنية مقابل إغراءات مادية من جهته من دوب روسيا لدى الأمم المتحدة أعلن أن خطة ترام تتجاهل قاعدة تسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي وإنه لم يتم التشاور مع روسيا حولها فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال غاظمة تجاه خطة ترامب التي أعلن فيها القدس عاصمة موحدة لإسرائيل والاعتراف الأمريكي بالسيادة إسرائيل على غور الأردن ومرتفعات الجولان السورية ارتكبت مليشيات الحوثية الإرهابية سبعمائة وستين انتهاكا بحق المدنيين في تسع محافظات خلال شهر واحد فقط انتهاكات تؤكد بشاعة المليشيات الحوثية وإجرامها بحق اليمنيين سبعمائة وستون انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في غضون شهر فقط وذلك خلال الفترة ما بين العاشر من ديسمبر الماضي والعاشر من يناير الجاري وفق تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تسع محافظات يمنية التقرير أكد أن الانتهاكات الموثقة اتخذت أشكالا عدة في مقدمها تسع وثبانون حالة قتل بينهم سبع نساء وثلاثة عشر طفلا سقطوا ضحية إطلاق النار والقصف المباشر على المنازل وعمليات القنص وبفعل انفجار الألغام الأرضية وبينها حالة تعذيب حتى الموت وكذا تسجيل أربع حالات تصفية وإعدامات ميدانية وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين المدنيين بلغ ستة وسبعين مدنيا بينهم ست عشرة امرأة وتسعة عشر طفلا وأن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت لوحدها بإصابة سبعة وعشرين مدنيا بينهم أطفال ونساء ووفق التقرير فقد تصدرت محافظة إب قائمة التصفيات الجسدية والقتل المباشر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بثلاث عشرة حالة تلتها محافظة الضالع بسبع حالات ومحافظتي الجوف والحديدة بست حالات أما تعز فشهدت أربع حالات ومحافظتي البيضاء وذمار بثلاث حالات وأمانة العاصمة بحالتين وحالة أخرى في محافظة صنعاء ومثلها في محافظة صعداء وتضمن التقرير الكشف عن الممارسات القمعية التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد المواطنين فيما يخص منعهم من تداول الطبعة الجديدة للعملة الوطنية واتخاذها من الإجراء وسيلة للنهب والابتزاز ومصادرة الأموال أزمة غاز خانقة تعيش والعاصمة صنعاء اختلقتها ميليشيات الحوثي كعادتها لأنعاش السوق السوداء والتكسب على حساب معاناة المواطنين والمتاجرة بمعاناتهم وآلامهم ليس بجديد أن تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلية كون الميليشيات سعمد لاختلاقها كذا أزمات خدمة لمشاريعها الضيقة وممارسة الابتزاز ونهب المواطن بشطة الطرق والأساليب محطات التعبئة ومعارض بيع الغاز في العاصمة صنعاء عدمت مادة الغاز المنزلي منها ما ضعف من سعر الاستوانة في السوق السوداء إلى ثمانية آلاف ريال فيما أصبحت عشرات السيارات وخاصة الباصات التي تعمل بمادة الغاز المنزلي في طوابير طاويلة أمام بعض محطات التعبئة استوانة الغاز المنزلي وإن وجدت عبر عقال الحارات فقد زاد سعرها لتتجاوز الأربعة آلاف ريال نظرا لصعي الميليشيات إلى إنعاش السوق السوداء التي تديرها قياداتها حيث تصل فيها قيمة استوانة الغاز إلى مستويات يعجز المواطن البسيط عن شرائها ميليشيات الحوثي حمدت لاستخدام مادة الغاز المنزلي كورقة سياسية ووسيلة لممارسة مزيد من النهب حيث تقوم باستغلال وتوزيع مادة الغاز عبر نافذين لها في الحارات لخدمة أهدافها ومخايضة الأهالي للتحشيد والحضور لفعالياتها الدينية والسياسية بشكل مستمر الأزمة الخانقة سأتي بعد المعارك التي اندلعت مؤخرا بجبهة نهم ما جعل ميليشيات الحوثي تعمل على قطع الطرق من وإلى محافظة ماريب الأمر الذي حال دون وصول قاطرات الغاز المنزلي القادمة من محافظة ماريب إلى العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات وختاما عودة للتذكير بأبرز العناوين جريفث يحاول رمي طوق نجاة جديد للميليشيات واحتواء التصعيد العسكري الأخير وخسائر حوثية بعملية نوعية للقوات المشتركة باتجاه معسكر الحساحس في الضالع وأزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء تعود من جديد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة من الأسبوع المقبل أنتم الوطن بألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة